أهلاً وسهلاً بيكم الحلقة النهاردة مهمة جداً هنتكلم فيها عن دورة الاستغلال النرجسي فاكرين في المدرسة تمام لما كنا بناخد دورة حياة دودة المعرفش ايه كده اللي هي حاجة مراحل بتمشي ورا بعض في شكل دايرة وتلف وترجع تاني بنفس الطريقة دي وبنفس الفكرة العلاقة النرجسية تمر بمراحل محددة واحدة ورا تانية في شكل دايرة بحيث انها بتلف وتيجي تاني المعلومة دي مهمة جداً لاننا لما نعرفها ونعرف تفاصيلها هنقدر لما نعدي عليها جوه علاقة مع حد نعرف اننا في علاقة نرجسية ونبدأ نحاول ننقذ نفسنا بدري قبل ما تدايرة تلف وتكمل وتيجي تاني لانها لو سبناها ممكن تستمر سنوات وسنوات تلف وترجع تاني وتبهدل فينا نفسياً وعقلياً وجسدياً طيب مهم نتكلم الاول عن شكل العلاقة النرجسية ملامح العلاقة النرجسية العلاقة مع النرجسي مش علاقة بالمعنى المفهوم لان هذا شخص يفتقد التعاطف مع الاخرين ومشاعره شديدة السطحية ومعرفش الحب الحقيقي بيحب نفسه اكتر من اي حاجة وبالتالي بيعتبر الاخرين مجرد مصدر نارسيسيستيك سابلاي مجرد مصدر الاشباع احتياجه للاهتمام كشخص النرجسي وبما انه شعر بالتفوق والتميز وانه مستحق لمعاملة خاصة وان الستات في نظره مجرد ادوات للمتعة فالغرض الوحيد للعلاقة العاطفية عنده انه هو يحصل على التموين النرجسي اللي بيشعره بالتفوق والتميز والناشه وان فيه حد منبهر بيه بيسبح بحمده بيمدحه بيقدسه يحقق له رغباته يسترضيه ويقبل انه يكون مجرد امتداد له خاضع تماما له بلا قيد او شرط وبلا اي مقابل غير بس يعني ايه بهجة القرب من هذا الشخص النرجسي بالتالي تعريفه لمفهوم علاقة مختلف تماما عن مفهوم الشخص السليم نفسيا عن العلاقات الانسانية السوابة بالنسبة له علاقة يعني فيلم او فيديو جيم من بطولته واخراجه قصة درامية ساخنة تحدي الوصول للبطلة بعيدة المنال منورة ذكية ومطاردة مثيرة ثم فخ والصياد نشوة الانتصار ولكن هذه النشوة تنتهي سريعا يتبعها ملل شديد يؤدي لازدراء ثم تخلي تام وإلقاء ويبدأ من جديد في دورة لا تنتهي الدرج جهنمية دي هتستمر في كل علاقاته سواء مع نفس الضحية لو سمحت له وهو كان لسه مذهقش منها او مع ضحايا كتير تانين قد يكونوا بالتوازي مع بعض في نفس الوقت لانه غالبا متعدد العلاقات النسائية زي ما قلنا قبل كده وبيتبع نفس الفلسفة دي في علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية والأسرية لانه شايف قيمة كل شخص مرتبطة بالفايدة اللي هيحصل عليها من هذا الشخص نتكلم بقى عن مراحل العلاقة النرجسية اربع مراحل اساسية مرحلة القصف العطفي او الاغراق الرومانسي مرحلة السحب الاهتمام بعد كده تيجي مرحلة النبز والالقاء والتخلي وبعدين مرحلة الهوفر النرجسي ويلف ويرجع تاني من الاول تعال نمسكهم واحدة واحدة سريع مرحلة القصف العطفي او الاغراق الرومانسي اسمها بتبتدي في بداية العلاقة بيغرق الفريسة حبه واهتمام وتقديس وإطراء واستحسان كل حاجة فيها هيلة هي كاملة ومثالية من كل نواحي كل كلمة بتقولها كل حاجة بتعملها كل اهتمام كل حاجة فيها صح كل حاجة فيها تجن بيشعرها انها فتاة احلامه ما كانش يتخيل في يوم القامل انه يقابلها وانها تقبل تكلمه وبيقولها ان هي فرصة ذهبية وانه مش مصدق ان هي بقت معاه وبيبدأ يعملها معاملة فائقة الروعة يعني حاجة جميلة جدا بتحسسها ان هو ده الراجل اللي كانت بتحلم بيته لعمرها وانه هو ده بس خلاص هي عايزة تبقى معاه للأسف ده خداع وكسبه وتمثيل في معظم الحالات في بعض الحالات بيكون نرجيسي فعلا مصدق هو عايش الدور كمان هو كمان بيمثل ومبسوط قوي بالدور فهو كمان مقتنع ان الست دي مثالية وبالتالي المفروض ان ما يكونش فيها غلطة وعشان كده هتيجي المرحلة اللي بعديها لانه اول ما هيكتشف اول غلطة هيبدأ يسي بيده خالص في المرحلة دي الفريسة مش هتستطيع المقاومة لانه هو بيدخل لها بيدمر دفعاتها تماما بكل الاهتمام الرهيب ده والجمتلة والشياكة والمعاملة الجميلة كل حاجة في الدنيا مفيش حد فينا على فكرة انا تسألت السؤال ده كتير نقدر ناخد بالنا في المرحلة دي ونجري انا بقولك اهو لا مفيش حد محصن ضد الانبهار بمرحلة اللوف بومينج النرجيسي لانها مرحلة كل واحد فينا وكل واحدة فينا نفسه فيها ان احنا نحس ان في حد بيحبنا بجد بيحب كل حاجة فينا متقبلنا زي ما احنا وبيعرف يعبر عن اهتمامه وحبه ده فالنرجيسي بيعمل ده كواس قوي في المرحلة دي فما تزعلوش من نفسكم لو ادحك عليكم في المرحلة دي كلنا عدينا بالتجربة دي وده شيء طبيعي ومتوقع جدا في المرحلة دي بقى هو بيبقى عارف كل اللي هي عايزة ويسمعه لها بيعرف منين بيذاكرها قبل ما يبتدي في مرحلة الاعداد للفيلم السوشال ميديا طبعا مجال خصب جدا لجمع المعلومات وبعدين في نفس المرحلة دي بتاعت اللوف بومينج بيستجوبها بيسأل كتير جدا وبيسمع كويس قوي وبيخزن المعلومات اللي بتقولها له بيستجوبها عن كل حاجة في حياتها الشخصية معلومات خاصة مشاكلها مع أهلها الحاجات اللي بتحبها الحاجات اللي بتكرهها الأحلام اللي نفسها فيها علشان بيفصل من ده كل وسائل الخداع اللي هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقات القادمة ان شاء الله يبدأ بقى في المرحلة دي يستعجل التقارب والحميمية خصوصا لو كان هدفه الحقيقي مجرد علاقة جسدية عابرة فيبدأ يترك الحديد وهو ساخن بقى ويستغل انها واقعة تماما تحت التأثير العاطفي وقبلت تقوم بدور البطلة الرومانسية في الفيلم بتاعه فيبدأ في استغلالها عاطفيا وجسدية مرحلة تانية تبدأ مرحلة سحب الاهتمام فجأة ننام نصحة اتقلب 180 درجة بعدما مشاعر الفريسة وثقاتها فيه بقت في السماء وممكن تكون للأسف سلمته نفسها في المرحلة اللي فاتت ومتخيل انه بيحبها وبيخاف عليها وبيحميها وهيتجاوزها فجأة بيتغير في المعاملة للنقيد ويبدأ الدخول في مرحلة تسمى يقلل من قيمتها فيبدأ ينتقدها يصخر من افكارها طريقة كلامها شكلها دي حكيتها اي حاجة كان بيقولها عليها حلوة في المرحلة اللي فاتت هي نفس الحاجة دي هتتقلب حاجة وحشة بيتريق عليها وبيعيرها بيها وبيضغط عليها بيها انها لازم تحسن نفسها فيها ويقلل بقى من قيمت عملها وانجازاتها وبعد ما كان بقى فخور وعاد يقولها شغلك وشكلك كل الحاجات دي هتبقى وحشة جدا ويبدأ يخلق مسافة عاطفية بينهم وينسحب ويبدأ يوريها انه فقد الاهتمام وانها فجأة ما بقتش مثالية بالنسباله وانها عليها انها تبزل مجهود رهيب جدا عشان تسترد تاني اهتمامه بيها وكل ده بدون مقدمات وبدون مبر الفريسة في الحالة دي بيحصل لها حاجة غريبة جدا من الضغط النفس الشديد والفجائية في التغير ده مخاها بقى بيبدأ يلف في دوائر مفرغة لنهائية بتحاول تفهم ايه اللي حصل فتقعد تستعيد كل الاحداث والكلمات بالتفصيل الرهيب بتلف في دماغها ما بتقفش وهي بتحاول تلاقي اي سبب منطقي الحقيقة هي معملتش اي حاجة غلط ومفيش سبب منطقي دي احدى حيال الخداع النرجسي ودي المرحلة التانية من دورة الخداع النرجسي هنصحك هنا نصيحة يا بنت الناس الستات بالذات لما يكون معاك لحد كان فائق الاهتمام وزي ما شرحنا كده في المرحلة الاولى وصحتي من نوم في يوم لقيت 180 درجة قلم اجري ما تسأليش اسئلة ما تضيعيش وقتك ما تضيعيش دماغك فيل الباب ده واجري لان المراحل اللي جاي بعد كده زي ما هشرح اهو مدمرة هتبهدلك مش هزار يعني طيب لما بقى بتبدأ الضحية تحاول تفهم ايه اللي بيحصل وتحاول تجري قوي وتدي قوي وتتعب نفسها قوي هو بقى بيبدأ يقول طيب اوكي هي بدأت تفهم اهيه فيبدأ يكافئها بانه يحدف لها شوية فتاة عاطفية من المرحلة اللي قبلها باستخفاف ولا مبالاة فتفرح وتفتكر الناس تعديته وتبدأ تجري مقرأة تمام هو بيعمل ايه كده هو كده بيدربها نفسيا انه هو بدأ يقنعها ان سعادتها وتعاستها في ايده وانه هو لما بيقرب منها هتبقى سعيدة تديني ايه الا نطلب فانتو كده بدأتوا تفهموا احنا رايحين فيه في المرحلة دي هيبدأ استخدام اساليب الاخضاع النفسي الكتير قوي اللي هنشرحها ان شاء الله في حلقات منفصلة خلونا ننط المرحلة دي ونروح للتفاصيل بتاعة المرحلة التالية ونبقى نشرح تفاصيل الاساليب الاستغلال والسيطرة النفسية كل واحدة فيهم منفصل عشان نشرحهم نديهم حقوة تيجي بعد المرحلة دي مرحلة النبز والالقاء والتخلي الفريسة بقى استنفذت اغراضها اخد منها اللي هو عايزه فقدت بريقها بالنسباله فقدت قيمتها عنده كمصدر اساسي للشعور بالتميز النرجسي ده اللي هو فيبدأ يحولها من مصدر اساسي لمصدر احتياطي يركنها ويجري وراء ضحية جديدة ما بيقولهاش طبعا ويبدأ يدور على ضحية جديدة يدخل معها في مرحلة وهو راكن الضحية الاولمية دي على الرف ويبدأ في مرحلة يسمى مرحلة يحدفها يعني يرميها يسحب بقى صلاحياتها ويبطل يحكي لها حكايات خاصة يدفعها لاخر قائمة اولوياته وبعد ما رفعها لسابع سماء فجأة بدون مقدمات يرميها لسابع ارض ويختفي المرحلة دي شديدة القلم للضحية هتبقى مصدومة مزهولة مش فهمة ايه اللي حصل انا عملت كل اللي قدر عليه ادتلو بقى كل اللي نفسه فيه نفزت الاوامر كانت مطيعة وزي الفل وفجأة برضو رغم كل ذلك سابها وجري رماها واختفى فدي مرحلة مؤلمة وبشعة وصعبة جدا على اي ضحية وصلت للليفل ده عشان كده كنت بقول لكم اهربوا بقى في المرحلة اللي قابلية لان كل اللي جاي بعد كده تدمير مضاعف بقى واحد يعني تدمير فوق التاني لو حاولت تتصل بيه هيختفي ما فيش اي اتصال ولا اي يعني تجاوب هتنهار اكتر هي ادمنت الهرمونات المرتبطة بالحلة العطفية الملتهبة اللي كانت فيها دي بعد ما هو بقى عمدا دربها انها تتوقع افعال واقوال معينة في اوقات معينة تفتكر اشياء معينة في اماكن معينة يرتبط هو في ذهنها بكل الحاجات اللي بتحبها لو كتحب المزيكة كل ما تيجي تسمع المزيكة اللي بتحبها تفتكره لو بتحب تاكل في مكان معين كل ما تروح هناك هتفتكره او تاكل الاكلة دي هتفتكره وهكذا الربط ده من اسوأ واشد حيال التلاعب النفسي لانه بيحول حياة الضحية لجحيم لما الشخص ينسحب فجأة هيجي لها عراض انسحاب زي اللي بينسحب من ادمان المخدرات او ادمان السجاير او ادمان الكحول النرجيسي عمل لها الربط العطفي ده دمرها نفسيا اختفى هي بتتقلم وهو مبسوط قوي ان هي بتنهار نفسيا بدونه طب هو ليه مبسوط ما هو مشي خلاص وعايز منها ايه لا الحقيقة هو ما مشيش هو ركنها وراح بدأ علاقة جديدة مع حد جديد على ما هي تنهر وتتدمر تماما وبعن يلف ويرجع تاني في مرحلة اسمها مرحلة الهوفر النرجيسي عارفين ما كنا سكروا بقية الهوفر على اسمها ليه بقى؟ لانه هيحاول يشفط الفريسة داخل فخ خداعه من جديد بعد ما كادت ان تفلت منه ودايما هيرجع لها في مرحلة انها بالكاد هتبدأ تتعاف اللي هي اضعف مرحلة اللي الانسان ممكن يكون فيها لانه ما مخلصش خالص من تأثير العلاقة ولسه فاكرها كويس ولسه عنده احلام ان العلاقة ترجع تاني وفي نفس الوقت تعبان ومجهد جدا جدا نفسيا من اعراض الانسحاب اللي اتعرض لها فهو بيعرف في ايس كويس اوي هيرجع تاني امتا يبدأ بقى يلف ويرجع لها تاني فجأة يظهر في الافق من غير اي مقدمات يبدأ مرحلة اخطر من التلاعب بقى المرحلة دي هيكون فيها فجأة هيرجع يتكلم تاني ولا كأن حاجة حصلت كان هون كانوا لسه بتكلمهم بارح ويوري اجمل وش عنده الرقة والاحترام واي حجة عبيطة ليه هو كان مختفي طبعا الضحية في الحالة دي نفسها تسمع اي حاجة عشان تصدق ان هو تغير وانها هترجع وان كل حاجة هتبقى تمام تاني وطبعا ممكن جدا يعضي لوح لها بالحب والرومانسية يعتذر ويترجاها يتزلل لها يقول بيحبها ما قدرش يعيش من غيرها اعرف غلطته مش هكررها هيتعالج اي حاج اللي اعزاه يقوله ما هو كلام يعني اما مش هتاخدي منه افعاله هتاخدي كلام كويس كتير اوي وعلى فكرة هو ان رجيسي صبور جدا فمش هيفقد الامل ولا هيسيبك لو حاولت يتقاومي هيفضل قاعد لان هو لو عايز حاجة هياخدها فهيفضل قاعد مستني وكل شوية هيطلع تاني وهيفضل للح ويستمر في الرجاء لغاية ما تقتنع وترجعه تاني جوه العلاقة طيب المشكلة بقى هنا ايه انها لو رجعت تاني في هذه المرحلة هيحصل مأساة لان هو عارف مفاتيحها كويس جدا من المرحلة من المراحل اللي قبل كده وهو جاي في الحتة دي يعني ليه هو نقل توقيت ده انه يرجع هو ما بين غزوتين خلص الضحية التانية اللي هو سابها ورخ لها وعايز يبتدي ضحية تالتة فبيرتاح في النص من الصيد تمام فبيرتاح بايه بحده وعارفه مش تشالنج بقى خلاص بالنسباله حافظ مفاتيحه عارف هيتلعب بيه ازاي فبيدخل يحقق نصر سريع كده اللي هو يعني ايه يشطع الجون يعني بسرعة وبرضه هيسيبها وحيجري بأسرع من كتير من المرة اللي قابليها أكثر ألما بكتير جدا من المرة اللي قابليها لأنها طبعا من ناحية الأضعف من ناحية هتقعد تشتم في نفسها وتلوم نفسها وتتحصر قد كده انها قبلت ورجعته وبعد ده كله رماها تاني بنفس الطريقة بنفس الواجع مضروب في اتنين فبالتالي تأثير ده على الضحايا خطير مؤلم مدمر في بعض الأحيان عنف طريقة الإلقاء وعنف الاختفاء قد يوصل بعض الضحايا من المستشفى اللي هيجي لها اكتئاب واللي هتحاول تنتحر واللي هيجي لها انهيار نفسي فأرجوكو أرجوكو أرجوكو ما توصلوش لهذه المرحلة في العلاقة مع نارجيسي ما تصدقوش التمثليات ودموع التمسيح اجروا أول ما مرحلة اللي هي المرحلة التانية أو المرحلة التانية من العلاقة تبتدي بعد ما يتقلب 180 درجة اجري أيوة هتبقى صدمة أيوة مؤلمة بس القلم أقلب كتير جدا من لو وصلتي للمرحلة اللي أنا بقولها لك دي لي أنا بكلم الستات لأنه ده بيجرى كتير جدا في العلاقة العاطفية والاستغلالية للبنات والستات خصوصا اللي تجاربهم مليلة في الحياة أو اللي عندهم نقطة ضعف هنحكي بقى الحكاية دي بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله يبقى أني أنا بيهكو أن هذه الدورة النرجسية بتحصل داخل الجواز فما تفرحيش قوي لو عرفتي من وجهة نظرك تتحكي عليه وتتجوزي لأنه مش معنى كده المتغير ولا معنى كده أنك فوستي به معنى كده أنه هو اللي فاز بضحية مثالية دائمة ما ركونه عرف يبهدل فيها براحته ما بين الغزوات العاطفية فهل تقبلي على نفسك إنك تكوني في هذا الوضع أرجوكي ما تقبليش أنا بقولك وأرجوكي إنهي العلاقة أول ما تبدأت تحسي بتلاعب وتشوفي أثاره وتشوفي مقدمات للدورة النرجسية اللي بحكيها لك دي عارفة أن الكلام اللي أنا قلته ده متعب ومقلم نفسيا لأنه ده سعى الجرح لناس كتير بتسمعني أنا أسفى أن أنا وجعتكو ولكن كان عندي مدرسة شامية في المدرسة زمان أنا صغيرة كانت بتقول مقولة بافتكرها طول عمري بالذات في التدريس والتدريب كانت بتقول الطبيب بيجرح لا يداوي دكتور بيوجعك أو بيعوارك عشان يعالجك فده اللي أنا بحاول أعمله في هذه السلسلة وأرجوه أن يكون ده اللي وصل لكم إن شاء الله أرحب بالتعليقات والأسئلة والتجارب الشخصية في التعليقات وأتمنى لكم الصحة والسعادة وأتمنى لكم حياة خالية من النرجسيين والتعويس أراكم الحلقة القادمة إن شاء الله